خالص ما جوعوش ده بنقول لكن النص اللي بتقرأه هنا حاجة تانية النص بتقرأه نرمين مكتوب فيه أجاع ده بنقول يا نرمين من ديوان من أول يوم طلعوا فيه المن نزل صح والغلط والمن كان بينزل أكل كل واحد يوم بيومه تمام ويوم الجمعة بيقوله مخدوا أكل يومين عشان بكرة سابتن للرب صح صح فلما يجي يقوله أجاعك إيه معنى أجاعك أنا عايز أوصل معنى العميق ده للمشاهد أجاعك مش جوعك ولا جوع ولا مرة هو عايز يقوله ما جعلش مخازنك ملقانة يعني إيه خدوا لكم الفرق الفرق بين الاثنين ما جعلش المخازن ملقانة أنا بسألك سؤال هو جوعه افترض الوقت أن ربنا بينزلك أكل يوم بيوم جوعك لا لا تمام ليه ليه كان بينزلهم أكل كل يوم بيوم ليه عشان نوصل بس لإكمالة النص ويبان إن أبا كل يوم أنا مرتبط بالرب أنا بصحة من النوم بتعلم إن اللي داني النهاردة هيديني بكرة ومش هيسيبني بعد بكرة عشان يدربوا على الاعتماد الكامل عليه الاتكال الكامل عليه واخد بالك الفكرة هو مش أجاعه أنا أديتك بس خبز النهاردة أنا ما أديتكش خبز سانة دا درس لي دا النهاردة اللي بيحصل إن مش عارفين نتعلم الدرس دا إن اللي عالنا السنة اللي فاتت هيقولنا السنة دي اشترك من قبل ومشاهدنا اشترك من قبل